نرجع لأخبار النادي الأهلي نحن كنا فتحين ملف أخبار النادي الأهلي آخر التطورات فيما يتعلق بموضوع بيتسو المسلماني وكهربا اللي حقوله لك بالزبط هو اللي حاصل اللي حقوله لك بالزبط في موضوع بيتسو المسلماني وكهربا هو اللي حاصل الراجل من الآخر قال لك أنا كهربا لعيب في الفرقة وزي أي لعيب متواجد في الفرقة هيجي وقت وياخد فرصته مع الوضع في الاعتبار أنه كل واحد بياخد فرصته زي ما بقولك كده مع الوضع في الاعتبار أنه كل واحد بياخد فرصته بناءً على رؤيتي رؤيتي اليهديت عيدة على مين؟ عيدة على بيتسو موسيماني في كلام بيتسو موسيماني وضرب مثال بطهر قالك طهر الناس كانت فاكرة أنه بره حساباتي لكن أنا فيش لعيب في الاهلي بره حساباتي مفيش واحد أنا بستخدم كل العناصر أنا موجود في النادي الاهلي فأنا عندي كل دول عناصر وكل دول أفراد في النادي الاهلي فالوقت اللي أنا حابقى شايف أنه هي دي الفرصة اللي أنا ينفع عديها للعيب حد هالو فكهرباء زي وزي أي لعيب ده عطفاً على الكلام اللي كان طالع في الفترة الأخيرة في سوشيال ميديا لابد من الدفع بكهرباء وكذا 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 الرجل قالك ما عنديش حاجة أقولها في القصة دي أكتر من المزايه زي أي لعيب عندي في التين كهرباء بيحظى بتأييد وحب وتقدير من زميله ده حقيقي منضبط ومشي كويس الفترة اللي فاتت ده حقيقي عايز يبقى موجود في النادي الأهلي ده حقيقي جداً 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 القصة كلها زي ما بقول لحضراتكم إنه يبقى فيه وقت مناسب يتم الدفع فيه بكهرباء وهنا بقى هي القصة اللي علاقة بكهرباء نفسه الجمهور هو لازم يخبرهم الحتة دي الجمهور بدأ ينادي عليك يعني جمهور الأهلي بدأ ينادي عليك بدأ يطلبك في الماتشاط بدأ يبقى عايز يشوفك في الماتشاط بدأ يقول إحنا كهرباء مكانوا في الماتش ده في الحتة دي يقلص هنا فاخد بالك دي مش سهلة لما جمهورك يبقى شايف كل اللعيبة دي وقول لك عايزك تبقى موجود دي مش سهل محتاجة شغل كتير قوي عشان تبقى على قد المسئولية دي ومحتاجة تركيز كبير قوي قوي علشان قوي لما تيجي ما بتتسابش هي الفرصة كده يعني أنا من كام يوم قلت لك ليه طاهر أنا دايقت إنه الناس ما ركزتش مع طاهر الدايقت لإنه مش سهلة جماعة واحد بره الحسابات خالص مش موجود بص كده على الرادار مش موجود فجأة مرة واحدة بيتم الدفع فيه بالدفع به في المباراة الأهل فيها مغلوب في السوبر الإفريقي فخش يجبلك الجول مالك فيه إيه ده العيب مركز ده العيب عايش وإذا كانت الناس بتقول توفيق أو فيه جزء من الهدف من توفيق فتوفيق ما بيجيش غير للعيب المجتهد عشان كده حييه طاهر وتمنى إن أنا قريب حيي كهرباء على تقلقه مع النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر